بدأت بمحافظة أبيان الدورة التدريبية لمعالجة حالات الإسهالات المائية الحادة الكوليرا ومكافحة العدوى الكادر الصحي بمحافظة أبيان والتي أقامتها وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية بدعم من البنك الدولي وفي تدشين الدورة أكد مدير عام مكتب الصحة بأبيان الدكتور صالح الثرم أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن جهود تعزيز القدرات وتطوير المهارات اللازمة للتصدي لحالات الإسهالات المائية والحد من انتشار الأمراض المعدية في المحافظة مشيرا إلى أن الدورات تهدف لتزويد الكوادر الصحية بالمهارات اللازمة للتعامل الفعال مع حالات الإسهالات المائية الحادة بما في ذلك حالات الكوليرا وتعزيز الجهود في مكافحة العدوى وضمان تقديم الرعاية الصحية المثلة للمرضى من جانبها أوضحت الدكتورة نهل العريشي منسقة الدورة أن تنظيمها يعكس التزام وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال بناء قدرات الكوادر الصحية في مراكز استقبال حالات الكوليرا بمديريتين خنفر وزن جبار لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للحالات الطارئة المصابة بالإسهالات المائية والكوليرا